النهاردة حبايبي هنعمل فكرة جميلة جدا من الدوني والزهرة الزرقة طبعا اللي اتنين مكون دولت هنعمل بيهم احلى فكرة للملابس البيضة طبعا احنا كلنا بالنسبة للملابس البيضة بنستخدم الزهرة الزرقة بس بالنسبة بقى للزهرة الزرقة هي لازم يعني هي ما بتتحطش ايه لوحدية لو انت حطتها لوحدية بتبصت لها اللي هي بتلطش الابيض وبيطلع فيه بقع كدوات زرقة فهي لازم اللي انت تخلطيها مع اي حاجة بس في الاول قبل ما نشوف الفكرة ياريت كده تدعموني كده حبايبي باللايك والشير والشراك في القناة لو اول مرة تابعوني وما تنسوش فعاله زر الجرس على الكل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسلام بيكم حبايبي وكل متابعين قناة حران الوراكي زي ما شفنا كده هوت اللي احنا هنستخدم مع بعض الفكرة بتحتي اللي احنا هنستخدم الدوني والزهرة الزرقة اه وعنعمل مكون كده هوت النهاردة اه يعني حصري والاول مرة محدش عمله والوصفة ديت على طريقتي انا فاتمنى انتوا تتابعوني لاخر الفيديو النهاردة هنستخدم مع بعض كده هوت اللي هو الدوني اللي في العلب ده هوت لان ده بيبقى احسن جدا من السايب السايب بيبقى بيحطوله عطر مائي اه فريحة مش بتثبت ايه في الهدوء ما فده كده اللي هو متاع الشركات ده بيبقى حلو لان هم بيبقى حطله معطر زيت عطري اه فده بيثبت في الملابس اكتر يعني استخدم زهرة زرقة بيجبها من عند بتاع المنظفات ده كده شكلها اه هي الطريقة سهلة جدا وبسيطة اه انا دلوقتي انا دلوقتي احفضي ده كده ريتل دوني يعني حبده اللي انا احفضيه في العلبة البلاستيك اللي معايا دي اه زي ما احنا شايفيه نعم اه دلوقتي النهاردة بقى يعني هي الفكرة بتاعتي اللي انا حخلت الزهرة اه مع الايه مع الدوني اه فبالطريقة ديت اللي انا لما اجي احط انا كده كده بحط في دورة الشطف بحط دوني وبحط زهرة زرقة طب اه انا جاتني بفكرة اللي انا اخلطهم اللي اتنين مع بعض فده عيب بقى احسن جدا نعم اه حبد اللي انا اخد معلقتين كبار كده من الزهرة الزرقة كبار يعني معلقتين كبار ملياني نعم اه زي ما احنا شايفين معلقة مليانة ازاي احطها احطها كده هو احط المعلقتين على الدوني معلقتين كفاية على رتل الدوني اه زي ما احنا شايفين اه يبقى كده يا رتل الدوني وعلي معلقتين ايه زهرة اه حبد اللي انا اقلبهم كده ايه مع بعض كويس اه لحد الزهرة ما تختلت كده مع الدوني اه وبعد ما بقلبهم كويس اه بتسيبيهم بعد ما بحطهم بقى في قلب العلبة اللي معايا اللي انا احطهم في قلبة الدوني تاني اه بس بهم بقى ايه بتسيبيهم 24 ساعة كده هوت وبعد كده بتبدأ اللي انت هي تستخدميها في قلب الغسيل عادي اعتقد من منها ملو غطة كده هوت من الغطة متاع الدوني ده هوت بتمليه من الخليط ده هوت وبعد كانت تحطيها في دورة الغسالة مع الشطف انا انا بفضي بس اللي في الازازة لان الدوني طبعا تقيل ففي حاجات كده لسه بفضيه شوفتوا بقى الفكرة بسيطة ازاي الفكرة دي على فكرتي انا اتمنى اللي اتكون عجبتكم ولو عجبتكم اه كده تكتبوا لي تعليقات وتقولوا الرأيكم ايه ايه بقى احنا كده عملنا دلوقتي اه يعني اتنين في واحد يعني الدوني والزهرة الزرقى اللي احنا نظهر الملو غطة لابس البيضة وكده دخلتها مع الدوني فكده يعني عتبقى جميلة جدا نعم دلوقتي بقى ايه كده جبت ام عهوت عشان ابدأ اللي انا افضي الخليط خليط الدوني هفضيه في قلب الازازة جبت طبق تاني فاضي عشان ابدأ بس انا احطي فيه المضرق عشان ما بهدرش الدنيا ايه حواليا وفضي بقى الدوني ده في الازازة تاني احنا كده ايه بقى انا كده عملت منتق حاجة ايه يعني يعني جميل جدا نعم مش بعيد الشركات تعملو بعد كده ايه بيدهوني بالزهرة الزرقى كده انا فضيته بنزل بس اللي في العلبة بالمضرق طبعا المقطع ده انا مش مصرعه ولا ايه حاجة انا سعبها كده على الطبيعة بس طبعا ايه هو الصوت المتاعه انا مسحت بس الصوت عشان كان فيه دوشة وانت بقى اتكلم عليه كده معاكو انا كده وقت بقى ايه كده خلصت نزلت اللي في العلبة كده ايه خلاص وابدأ بقى اللي انا اشيل الامع ده واغطي بقى الازازة الغطى بقى اللي هو بتاع الازازة دهوت ده اللي انا قلتوا هتملوه وتحطوه ايه في قلب الغسالة مع الشطف ايه حبدأ بس اللي انا ايه اديلها رجا بقى كده ايه يعني ايه ارج الازازة كده ارجها كويس عشان طبع البواق اللي هي كانت فيها تختلط مع الخليط اللي انا ايه عملته يبقى هي كده ايه خلصت معايا زي ما احنا شايفين كده ايه حبيبي ايه عملنا منتج جديدة هوت وحصري الاول مرة محدش محدش عامله على طريقتي انا اتمنى انتوا تدعموني كده حبيبي باللايك اللايك مهم جدا بيرفع فيديو بيوصل فيديو لاكتر عدد من المشاهدين اللي هما يشوفوه ويستفادوا منه وما تنسوش كده تشايروا فيديو ده هوت على الفيس وفي كل مكان عشان الناس تستفاد بالمنتج الجديد ده هوت ولو اول مرة تابعوني فضلا وليس امرا ياريت كده تدعموني بالاشراك في القناة وما تنسوش فعالوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي وكل جديد انا بقدمه في القناة اول باول كان معاكم حنان الوراكي امو ندع وفتحي يا منتظر اعرف رأيكم كده حبيبي في التعليقات لان رأيكم يهمني جدا جدا في المنتج الجديد اللي انا عاملاه النهاردة دوني بالزهرة الزرق آآ جميل جدا وموفق رأي يعني موفر كمان في اللي بيوفر عليك مجهود فعلا اللي تتعوض الدقوبي للزهرة او كده هوت لا ده يعني حاجة بسيطة جدا مريح بصراحة يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شايفين شكله حلو ازاي حبيبي؟ آآ بصراحة هي الوصفة موفرة جدا انا هنا بورركم شايفين اللون متاعه اتمنى كده تدعموني ايه كده واضحة بايبي باللايك والشيء عشان الفيديو داتي يوصل لناس كتير تحفى بصراحة يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته